قدمت جنوب أفريقيا طلبا لمحكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كانت خطة إسرائيل لتوسيع هجومها على قطاع غزة ليشمل مدينة رفح الفلسطينية يتطلب إقرار تدبير طارئة إضافة لحماية حقوق الفلسطينيين في بيان لها أعلنت رئاسة في جنوب أفريقيا أن الطلب المقدم للمحكمة تضمن التعبير عن القلق البالغ من أن الهجوم العسكرية غير المسبوق على رفح مثلما أعلنت إسرائيل أدى بالفعل إلى قتل وأذى ودمار واسع النطاق سيؤدي إلى المزيد كما أكدت جنوب أفريقيا هذه الخطوة بأنها ستمثل خرقا خطيرا لا يمكن تداركه لتفاقية الإبادة الجماعية وقرار المحكمة الصادر في 26 يناير الماضي